اشتركوا في القناة افكت تأثير خلي بالك عشان دول من الحاجات المهمة جدا جدا وبيلغبطوا ناس كتير احنا عندنا الاولى هي الفرب اما التانية النون اللي بلقيه هي الفرب اما اللي بلقيه هي النون ودول مهمين جدا altitude معناها ارتفاع او المرتفع altitude معناها ارتفاع او المرتفع كلمة charge charge معناها يدفع رسوم يدفع رسوم او يكلف لكن ايه هي بتجي بالنسبة كبيرة جدا بايه بالمعنى الاول ده frozen ground معناها طبعا الارض المتجمدة frozen بس معناها متجمد طبعا ايه اسم يعني film animation شهير جدا income معناها دخل operate معناها يدير عمل تجاري يدير عمل تجاري وكمان معناها يشغل كمان بيجي منها كلمة تانية operation operation معناها مثلا تشغيل permanently معناها بشكل دائم permanently معناها بشكل دائم اما permanent معناها دائم run معناها طبعا يجري او يسير او يدير لها معاني كتير جدا كلمة run c level مستوى سطح البحر طبعا هنا فيه فارق ما بينهم خلي بالكم section معناها كسم ان شاء الله لما تدخل الكلية هيكون فيه sections يعني اقسام كده تقدر ان انت تختار الكسم اللي على مزاجك shorten معناها يكسر طبعا هنا verb shortage معناها نقص نقص مثلا في الامح مثلا نقص في الهوى وهكذا stages معناها مراحل supply معناها امداد طبعا noun take over معناها يتولى مسئوليت ولينا واقفة النهاردة ان شاء الله مع تيك والحاجات اللي بتيجي وره waterways معناها ممرات مائية وخلي بالك ان هي برضو كلمة واحدة على بعضها نكمل above معناها فوق all together معناها اجمالا او كليا او تماما all together طبعا هنا adverb ومن ال adverb القليلة اللي ما بيكونش فيها اللغة amazing معناها مدهش او مزل كلمة قديمة bridge معناها كبري color معناها متصل call pass معناها يتصل تلفونيا carry ينقل او يحمل engineering معناها هندسة طبعا عنوان اليونت engineer ده المهندس exactly معناها بالضبط حاجة ايه مزبوطة جدا expert معناها خبير experience معناها خبرة لكن خلي بالك ان دي خبرة في الحياة خبرة في الحياة تمام وبرضو بتيجي بمعنى تجربة خلي بالك ممكن تيجي بمعنى تجربة ولكن تجربة في الحياة مش تجربة علمية لان تجربة العلمية experiment extremely معناها للغاية طبعا هنا adverb هي واخرها الي facts حقائق height ارتفاع include معناها يشتمل على ولينا واقفة معيها incredible معناها غير معقول او لا يصدق حاجة فضيعة جدا ما كانش حد يتوقعها line معناها خط main رئيسي railway معناها سكة حديد specially معناها خصوصا special معناها خاص station محطة زي محطة القطر مثلا thin air معناها هواء قليل الكسافة برضو هنا كلمتين tunnel معناها نفع نكمل ونشوف الفوكاب على reading authority معناها هيئة او سلطة تجيب بسلطة بشكل اكبر bce اختصار مشهور جدا ولازم ان تكون عارف ان كل الاختصارات الحروف بتاعتها بتكون capital كلها زي ما انت شايف كده ما قبل الميلاد before common era bose معناها كلاهما business معناها عمل تجاري canal قناة مائية اما channel قناة تليفزيونية او قناة على يوتيوب او اي قناة اللي بتقدم حاجة صوتية او مرئية اما دي قناة مائية century corn نعمية سنة directions معناها اتجاهات government حكومة immediately معناها في الحال link يربط او رابط noun او verb passing places معناها اماكن مرور pay يدفع right حق universal عالمي wide عريض حاجة ايه عريضة كده مسلا كل ده what معناها عرض تكمل burning good معناها حطب للاحتراق cargo معناها حمولة cargo معناها حمولة وبتيجي برضو بمعنى شحن طبعا شحن اللي هو برضو شحن حمولة يعني مش شحن اللي هو شحن التليفون complex او complicated معناها معقد fire شعلة او نار noun go round معناها يدور حوله يدور حوله شيء hydrochloric power معناها الطاقة الكهرومائية hydro دي المية electric طبعا دي الكهرباء فايه الكهرومائي invaders معناها غزاء او محتلون زي مثلا اسرائيل كده في فلسطين massive معناها ضخم او هائل protect معناها يحمي source مصدر spices معناها توابل spices توابل tower بورج trade معناها تجارة trip رحلة قصيرة warn معناها يحذر نكمل دلوقتي معنا الكلمات الخاصة بالworkbook below zero معناها تحت الصفر كلمة blue معناها تحت اي حاجة بقى breeze معناها يتنفس هنا الفيرب لو شلنا الايه تبقى نفس press يبقى breeze نفس يتنفس اللي هو الفيرب اما press نفس اللي هو النون climbers معناها متسلكون نون والكلمة دي كلمة يعني مهمة جدا 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 انا الكلمة دي في السنوية العامة كان برضو عندنا في الامتحان فكان فيه متسلقه الجبال متسلقه الجبال فالمفروض مثلا كنا نكتب مثلا ايه mountain climbers تمام فالمهم يعني ان الكلمة دي ما جاءتش في دماغي خالص فقاريت من انتم تحفظوها هي كلمة مهمة جدا حتى انا وقتها لما اتصرفت المفروض وكتبت people who climb the mountain اتحسبت غلط يعني او اتحسبت نص درجة مش عارف ليه بس ما علينا فقاريت نحفظها لانها عن تجربة شخصية يعني climb بمعناها يتسلق nearly معناها تقريبا temperature معناها درجة الحرارة تعالوا ما نكمل نشوف فقا definitions في يعني زميل ليكم او زميلة مش فاكر بصراحة لكن كان سألني هل احنا نحفظ definition او ازاي احنا نتعامل معها اكيد لا يعني هو مش هيجي يقولك مثلا نسمع كلمة effect معناها ايه مش هيقولك كده وانا مش عايزك تعمل كده انا عايزك بس ايه دلوقتي effect معناها يؤثر effect معناها يؤثر يعني ايه كلمة يؤثر هنا بيقول لنا to cause a change in someone or something يعني ان انت تسبب او ان يكون فيه سبب لتغيير في شخص او شيء تمام عايزك لما تشوف الجملة دي هل الجملة دي فيها كلمة انت مش عارف تترجمها لا ما فيهاش كلمة صعبة فانت لما تقرأ الجملة دي في الاختيارات تبقى عارف معناها ان هو ايه ان هو الكلمة دي تمام بس ده كل الفكرة يعني احيانا بيبقى الموضوع واضح اوي 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 احيانا يعني واحيانا بيبقى الموضوع مثلا غامض شوية يعني مثلا هنا بصوا money you earn الفلوس اللي انت ايه اللي انت بتكتسبها او اللي انت بتاخدها ده ايه ده الانكم ده الدخل الدخل اللي بدخل ايه اللي بيجيلك مثلا اخر الشهر لما بتشتغل فسهلة خالص دي تمام فيه حاجات بتبقى محتاجة شوية تركيز وفيه حاجات بتكون واضحة خالص فانت مش بتحفظها انت بتقراها وتكون ايه عارفها في دماغك خلاص ان هي سبتت ان money you earn دي معناها انكم altitude معناها مرتفع او ارتفاع the height above the sea يعني عندنا مستوى سطح البحر اهو اللي ارتفاع بقى ايه على سطح البحر بيكون قد ايه يدفع رسوم يعني to ask someone to pay انت بتطلب من واحد انه ايه to pay يدفع ها محتاجين نكمل لا اهو charge a particular amount of money for something كمية معاينة من الفلوس ايه على او مقابل شيء ما frozen ground ارض متجمدة يبقى هنلاقي ايه ان الحرارة اقل من الصفر هنلاقي مسلا ان فيه ground that is hard because the temperature is below zero اقل من الصفر it has become hard like ice اهو شوفوا الكلمة جتا money you earn قلناها بقى operate to manage احنا قلنا ايه يدير يدير اهي يدير يعني ايه manage اهي and control a business permanently معناها بشكل دائم means for all future time always and forever حاجة ايه دايما على طوله all future time كل الوقت فبرضو دي واضحة جدا run طبعا لها معاني كتير فهنا مسلا بيقول لنا يجري to go from one place to another at a regular times انت بتجري من مكان لمكان تاني c level مستوى سطح البحر the average level of the sea المستوى المتوسط ايه لسطح البحر used as a standard for measuring the height of an area of land دايما لما بيجي بيقسو بيقسو مكان مثلا ارتفاع مكان فبيقسوه بيقسوه بناء على مستوى سطح البحر لان دا السابت اما الارض مثلا في الارض طبعا ايه متغيرة مثلا في حتة عالية حتة واطي وهكذا section معناها قسم one of the parts that an object group place etc is divided into يعني كلية مثلا زي كلية التربية مثلا فيها اقسم كتير كسم الكيميا كسم انجليزي كسم عربي وهكذا shorten يكسر معناها make it shorter في اسهل من كده make it shorter هيقولك مثلا to make it shorter means to نقط يبقى ايه to shorten stages مراحل states or levels that someone or something reaches in a process بيعدي بها ايه في مرحلة او في عملية ما supply امداد an amount of something that can be used هي كمية من شيء ممكن ايه يتم استخدامها take over when control او take control of something work for example ان انت مسلا بتبقى خلاص مسؤول عن حاجة او ان انت في حاجة انت قدرت ان انت تكتسب السيطرة عليها waterway معناها ممر مائي a river or canal or other body of water serving as a route or way of travel or transport زي مسلا كنوات السويس نكمل at the same time في نفس الوقت سهلة جدا a forty five year old doctor واللي يهمني هاجة ان year get مفرد بس ده اللي يهمني في النقطة دي ان الجملة دي كلها علي بعضها بتعتبر صفة لكلمة doctor يعني عايز اقولي الدكتور اللي عنده خمسة واربعين سنة الدكتور اللي عنده خمسة واربعين سنة فالكلمة دي حتى انا قلت بالعربي خمسة واربعين سنة حاولتها حتى مفرد لكن عمتا يعني ما ننشط بالعربي هو بالانجليز ان دي adjective والأجكتور في الانجليزي ما بيتجمعش at regular times فيه اوقات منتظمة حرف الجار at cut the lens of a journey يختصر الرحلة cut through يقطع خلال earn money يكسب مال كنا خدنا الفرق ما بين win وما بين earn وما بين يعني اكتر من كلمة كده او ما بين beat كذا كلمة بيشير الى معنى المكسب give a supply of يعطي امدادا من give the right to يعطي الحق لي have time for لديه الوقت amount of كمية من amount of money مثلا ask for يسأل او يطلب او يطلب enough for كافي لي thanks to بفضل مهمة برضو حلوة دي in particular على وجه الخصوص حرف جار in lose control يفقد التحكم make the light يصنع do make خلي بالك عشان ممكن يسألك على do make a tunnel يصنع نفق برضو نفس الفكرة pass through يكتاز sail around يبحر حوله يبحر حوله مثلا البلد spend money on ينفق كمية لنا على سهلة دي حرف الجار بس on travel on real way يسافر بالسكة الحديد ربنا معاه know about يعرف عن phone from يتصل من طبعا هنا من المكان اللي انت بتتصل منه special about خاص بشأن work on يعمل في شيء لتحسينه اللي هي ايه يعمل على شيء يعني مسلا مسلا احنا عايزين مسلا نطور من المستوى اللي احنا بنقدمه في القناة فاحنا ايه work on احنا بنعمل على مسلا ايه improvement مسلا او زي improvement of our channel احنا بنعمل على تطوير القناة بتاعتنا do one's best يعني يبزل صارة جوده تعالوا بقى ما نشوف الفرق ما بين الكلمات وده الجزء المهم في part وانا عمتن في unit journey trip picnic voyage flight وخدناهم قبل كده اعتقد فيه تالتة عدادة او ممكن في الترب الاول لكن كنا خدناهم قبل كده ايه الفرق ما بين الكلمات دي وهتجيلك ان شاء الله في تالتة سنة وكمان الفرق ما بين journey وما بين trip المدة فرق ما بين journey وما بين trip المدة يعني ايه يعني journey طويلة رحلة طويلة اما trip رحلة قصيرة تمام خلاص كده ده الفرق ما بينهم يبقى journey رحلة طويلة اما اللي هي معناها how long is the journey to uswan الرحلة ايه لأسوان تفهم كده ان دي رحلة طويلة he is on a business trip in london هو في رحلة ايه رحلة قصيرة او رحلة عمل قصيرة الى لندن او في لندن طيب بيكنك بقى دي نزهة لكن في الهواء الطالق اعتبارها كده في دماغ شم النسيم خطاة في دماغ كده بشم النسيم ان البيكنك ده مثلا المسال عليه شم النسيم we had a picnic by the sea احنا اخدنا ايه نزهة خلوية كده في الهواء الطالق ايه جنب البحر voyage يعني ايه بقى رحلة بحرية top flight رحلة جوية شفت بقى خمس كلمات بمعنى رحلة تقريبا لكن في فروقات ما بينه voyage بحرية flight جوية they went on a voyage in the pacific هنا the flight to saudi arabia took two hours by plane نكمل take زي ما قولنا ان احنا دي نقفها معيها take لها حاجات كتير جدا بتيجو را ركز بقى في كل حاجة منهم take part معناها يشارك take part معناها يشارك وكنا استخدمناها في الترجمة في الترمي الأول هل انت اشتركت فيه مصابقة الشعر اهو take part اشتركت take place اللي هي بتسوي happen بتسوي okay كل ده بمعناها يحدث بمعناها يحدث when did the accident take place حدثت ايه حدثت امتا take the place of take the place of اعطاكت سهلة جدا وواضحة قوي يأخذ مثلا مش تيك معناها يأخذ يأخذ مكان L مكان L تمام فسهلة جدا بمعناها replace يعني يحل محل I took the place of my father أنا أخذت مكان مين والدي تمام يبقى حاجة او شخص بيأخذ مكان حاجة او شخص take up much of يعني يستنزف كثير من اللي هي ايه اللي هي ان انت بتصرف مثلا كتير من حاجة معينة her work took up much of her time يعني الشغل بتاعها بياخد ايه كتير جدا من وقتها take off معناها يخلع الملابس او تقلع الطائرة بالنسبة مثلا للانسان ان يخلع الملابس بتاعته بالنسبة للطائرة ان هي ايه تقلع اللي هي ايه تسافر when I returned home I took off my code يعني انا قلعت ايه الجاكل بتاعي the plane took off at 10 p.m الطائرة هتقلع هتسافر هتطلب من الارض الساعة عشرة مساء take over معناية تولى مهمة بيكونا خدناها بقى في الكلمات after his father's death بعد وفاة والده he took over his work هو ايه تولى مهمة الشغل بتاعه take away يعني يأخذ بعيدا او يبتعد please don't take my plate away ما تاخدش الطبق بتاعي بعيد عني الشرط الكلمة تيجي ايه جنب بعض ما تاخدش الطبق بتاعي بعيد عني نكمل include contain consist of هنا برضو ايه الفروقات ما بين الكلمات دي برضو كلمات قريبين جدا في المعنى من بعض include معناها ايه جزء من الكل جزء من الكل يعني حاجة تمام مثلا عندنا تعالوا ما نشوف المثال the price of the room includes breakfast يعني ايه يعني السعر بتاع مثلا السعر بتاع الغرفة دي 100 جنيه الميت جنيه دي بتتضمن جواها الفطار يعني انت مش تدفع الفطار يعني من ضمن الميت جنيه الميت جنيه مثلا دي عبارة عن ايه عبارة عن السكن بتاعك عبارة عن المشروبات وكمان عبارة عن الفطار يبقى الفطار جزء من الكل جزء من الميت جنيه طيب contain معناها ايه يحتوي على شيء بداخله عندنا صندوق جوا شيء فهنقول مثلا الملف اللي انا فقدته ماله الملف ده كان فيه معلومات مهمة جدا كان بيحتوي على معلومات مهمة جدا تمام طيب consist of معناها ايه يتكون من يتكون من المملكة المتحدة بتتكون من consist of انجلند ويلز سكوتلند and νورسين ايرلند المملكة المتحدة بتكون من انجلترا ويلز وسكوتلندا وايرلندا تمام ايرلندا الشمالي يبقى دي كل المكونات بتاعت المملكة المتحدة تعالوا ما نكمل طبعا هنقرأ بقى زي ما اتفقنا الجزء الخاص بالليسنينج و الريدنج هنا عندنا البريزنتر وعندنا خالد ربريزنتر بيقول Our program today is about the highest railway line in the world To the China To Tippet Railway هنتكلم النهاردة عن أعلى خط سكة حديد في العالم اللي موجود من الصين للTippet In our studio we have Michael Chan A railway engineering expert عندنا الشخص دوت لو مايكل Chan دوت خبير في الهندسة بتاعة الهندسة السكة الحديد If you have any questions you would like to ask Our experts this morning phone us And we will do our best to answer them لو عندك أي سؤال اتصل بنا وإيه والخبير هيجاوب عليك Our first caller today is خالد Who is phoning from Cairo خالد رفع رأسنا وبيتصل من الكاهرة What's your question خالد السؤال بتاعك يا خالد قال له Good morning I would like to know some facts about the real way أنا عايز عرف بعض الحقيقة على السكة الحديد How long is this line الطول بتاعه قد إيه And when was it built وتبنى أو بقى موجود سنة كان مسترشن قال له Hi خالد إزاي كخالد ويل تمام The line was built in two stages وتبنى على مرحلتين The first stage which was started in 1951 سنة 1951 didn't open until 1984 ما بتفتحتش إلا سنة إيه 84 This stage is 815 كيلومتر long الطول بتاعها 815 The second stage is another 1142 طولها إيه 1142 كيلومتر This stage was opened in 2006 تفتحت سنة 2006 نكمل خالد قال له Thanks can I ask you for one more fact ممكن أسألك على حاجة كمان قال له yes of course تفضل I know this is the highest to railway line in the world But exactly how high is it أنا عرف إنه أطول واحد لكن الارتفاع بتاعه اللي هو موجود عليه الارتفاع بتاعه كام فمستر شن قال له Well about half the line is over four thousand meters above sea level أعلى من إيه من 4000 متر فوق مستوى سطح البحر And at its highest point ستنجل باس It's five thousand seventy two meters at this altitude يعني الأعلى في حتة أعلى حتة بقى موجودة في الارتفاع بتاعها خمستلاف اتنين وسبعين متر في الارتفاع ده The air is very sun الهواء بيكون طبعا يعني أولاد جدا So all the passengers are given a supply of oxygen بيدوهم بيدوهم معدات إيه للأكسوجين تبقى فيها دعم يعني إيه إنه هما ياخدوا أكسوجين منها Really that's amazing ده شيء رائع That's like being on a plane ده طبعا كأنك في الطيارة وقال له that's right ده شيء أو ده كلام مصبوط Thanks خالد شكرا يا خالد Our next caller is Rami from Alexandria نازل بتزل بهم بس من مصر What's your question Rami السؤال بتاع كي قال له hello I would like to know How difficult it was for engineers to build this real way Rami تقريبا عايز يطلع مهندس فبيقول له هو إزاي الموضوع كان صعب على المهندسين إنه هما يبنوا السكة الحديد دي قال له that's a good question ده سؤال ممتاز It was extremely difficult كان شيء صعب جدا One of the main problems For the engineers was that واحدة من المشاكل كانت إيه Was that Over 500 كيلومتر Of the line Is built on permanently frozen ground يعني بنت في منطقة جليدية This includes a tunnel Which is 1338 كمان ده بيتضمن نفق النفق ده إيه يعني إيه بيتضمن يعني المنطقة دي بتتضمن جواها ها زي ما قلنا من شوية جواها نفق ما قاله بقى 1338 متر التول بتاعه 1338 To make this tunnel عشان يعملوا التانل النفق ده They had to cut through frozen earth كانوا بيختاركوا كانوا بيعدوا من خلال منطقة جليدية The line also includes 675 bridges في 675 كبري In all 20,000 people worked on the line في 20,000 شخص اشتغلوا في الخط ده رقم طبعا رهيب جدا فرامي قاله إيه Thanks That's incredible ده شيء رؤى Our last color آخر متصل معنا في البرنامج بتاعنا Is Magdi from Swiss Magdi منين السويس What would you like to know Magdi عايز تعرف يا Magdi Magdi قال له Good morning صباح الخير I would like to know About traveling on this railway عايز عرف عن السفر في السكة الحديدة Where does it start and end بيبدأ منين وانتهفين قال له Well Magdi The line starts in Cassining ودي كلمة صينية يعني مكان في الصين In China And ends in Lhasa بيبدأ في المكان ده وبينتهفين المكان ده The capital of Tabet عاصمة إيه عاصمة التابت Trains run every day to Lhasa تمشي كل يوم للhasa All together There are 45 stations في 45 محطة Passengers are carried at 120 km an hour by trains specially built for high altitudes طبعا بيمشي بسرعة 1000 أو بيمشي بسرعة 120 km في الساعة بأطراط معدة ومخصصة للارتفادة Thanks very much شكرا جزيلا قال له Okay that's all we have time for today ده الوقت بتاعنا النهاردة كده انتهى Thanks to all those who called شكرا لكل اللي اتصلوا to called us and a special thanks to our expert Michael Chan شكرا يا عم مايكل تعالوا بقى منشوف أم الدنيا ونتكلم على قناة The Swiss For thousand of years لألاف السنين people had wanted to link the Mediterranean Sea and the Red Sea to shorten the sea journey طبعا الناس كانوا عايزين يعملوا يعني link أو يعملوا واصل حاجة تبقى واصلة ما بين البحر المتوسط والبحر أحمر عشان يؤثروا المسافة في الرحلة البحرية لأن طبعا زي ما انتم عارفين زمان كان عشان حد يروح من أوروبا مثلا لي أسيا كان ممكن يلف في حوالين يعني أفريقيا بحالها The journey أو the sea journey from the east to east من إيه من الغرب إلى الشارع The first canal was built in around 1300 BCE أول كناة بنت أو تعاملت سنة 1300 قبل الميلاد But it was not taken care of and it was not used after the 8th century ما استخدمتش أو ما كانتش فيه اهتمام بيئة أو ما تمش استخدمها بعض ركوروينيتي من 1858 a French engineer called Ferdinand Deliseps طبعا كلكم عارفين and the Egyptian government started work on a new canal اللي هي كانت السويس طبعا اللي هي موجودة حد دلوقتي When the 164 km long canal برضو زي ما انتم شايفين هنا مفرد مهمة قوي قوي الحتة دي مهمة جدا وناس كتير ما بتاخدش بالها منها ان كل دي كده صفة لكلمة canal canal زاتة الـ 164 كم طول was opened in 1869 تفتحت سنة 1869 it had cost 100,000 dollar تكلفت ايه 100,000 dollar at first the universal Swiss chip canal company operated the canal هي اللي كانت ايه بتدير القناة طبعا شركة قناة السويس لكن the company was given the right to operate the canal for 99 years تم ايه اعطاها طبعا حق الانتفاع زي ما انتم عارفين لمدة 99 سنة world business was immediately affected by the opening of the canal طبعا يعني عمل التأثير كبير جدا 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 في التجارة الدولية things were moved by ship much faster than before النقل طبعا عن طريق السفن بقى اسهل بكتير من قبل كده when the ships had to sail around africa لما كانت بتحب النيات دول حالي الافراكية the journey from europe to isia was shortened by 9500 and by 20 days يعني المسافة السرد بمسافة 20 يوم 900 او 9500 500 500 كم و20 يوم طبعا مسافة كبيرة جدا ده وفر في الوقود وفر في الفلوس وفر في حاجات كتير جدا the swiss canal is one of the world's most important waterways it was taken over by egypt in 1956 طبعا اللي هو تأميم كنات السويس تم بقى يعني رجع التاني اللي هي تكون حق أصلا لمصر وده طبعا يعني كده رجع الحق الأصحاب يعني هي أصلا في أرضنا وابتاعتنا and is now used by about 50 ships every day 50 سفينة بيعدوا منها كل يوم وده رقم قليل جدا جدا ممكن استقلالها أفضل من كده بكتير in most places the canal is only wide enough for one ship معظم الأماكن أو معظم الطريق بتاع القناة بيكون في مساحة لسفينة واحدة بس but there are passing places which means that ships can travel in both directions يعني في أماكن ممكن أن يكون فيها طريق رايح وطريق جاي at the same time each ship takes between 11 and 16 hours to pass through the canal بياخدوا من 11 إلى 16 ساعة عشان يعبروا القناة the canal is now operated by the Swiss canal authority طبعا برضو إيه إن هي السلطة للوقتي السلطة اللي بيدير قناة السويس and ships are charged to use the waterway بيتم طبعا إن هما بيدفعوا فلوس أو إن هما بيكونوا إيه زي ضريبة كده إن هما يعدوا في القناة this money is important income for Egypt طبعا ده مصدر داخل كبير لمصر a new 35 km section طبعا اللي هو القناة السلطة الجديدة off the canal was opened in 2015 it was built to help modern ships which are much bigger than in the past عشان تساعد السفن الكبيرة جدا اللي هي أكبر من زمان تعالوا ما نكمل ونشوف إيه اللي معنا بعد كده some عندنا النوتس بقى على الجزء بتاع listening and reading هنا بيقول لنا إيه يمكن استخدام سيغة الأمر بدلا من المستقبل في الحالة في الحالة الأولى لحالة if if you have any questions you would like to ask our experts this morning phone us phone us زي من شايفين هنا استخدمنا إيه استخدمنا حالة الأمر سيغة الأمر تمام سيغة الأمر في الحالة الأولى زي من شايفين هنا في مدارعه بيقول لنا هنا بعد تعبيرات مثل I would like to know نستخدم سيغة الغير مباشر اللي هي how difficult it was how difficult it was ولكن بيكون آخرها إيه بيكون آخرها نقطة ده مش سؤال ده مش سؤال ده سيغة غير مباشر I would like to know how difficult it was for engineers to build this real way وزي من شايفين في نقطة مش سؤال هنا بيقول لنا يأتي الظرف قبل التصريف الثالث في المبني للمجهول غالبا هنا word business was immediately affected هنا جي قبله إيه جي قبله الأدفرب الأدفرب اللي هو الظرف كمان آخر حاجة بقى لاحظ استخدام by في الجملة بمعنى بمقدار اللي هي إيه الحتة الأخيرة دي وليس بواسطة لازم طبعا تكون بتفهم حسب معنى الجملة يعني مش كلمة by كل ما تشوفها تقول إيه بواسطة لا مش دايما تمام يبقى لازم نشوف الجملة نفسها وحسب السياق نقدر نحن نترجم كما هو معتد في الجملة المبنية للمجهول دايما لما بتكون جملة مبنية للمجهول زي ما ناخد إن شاء الله في الجرامر بتاع اليونت دي بنقول إيه إن مثلا في الآخر بنحط by والشخص اللي عمل الحاجة لكن ده مش شرط زي ما انتوا شايفين هنا كده مش 9500 كم هما اللي عملوا الرحلة لا هنا إيه هنا بمعنى بمقدار إزاي نقرأ الأرقام إحنا عندنا كذا طريقة إن إحنا نقرأ بيها الأرقام إن إحنا نقسمهم لرقامين رقامين مثلا نقسمهم لرقامين رقامين يعني مثلا 1995 تمام شايف الخمسة إيه 1995 لما نيجي نقرأها ممكن نقرأها على بعضها على مرة واحدة فنقول إيه هنا بدأنا إزاي من الشمال للشمال للشمال وهكذا 1995 تمام ممكن نعمل إيه ممكن نقسمها لنصين 1995 1995 كده اسمناها على نصين أدي دي الوحدة ودي الوحدة تعالوا ما نقرأ اللي عندنا عند قراءة عدد مكون من رقامين 2 بس نبدأ بالعشرات ثم الأحد زي ما قلتلكم من شوية أما عملنا هنا كده قلنا إيه 95 أو 89 وعكذا بنحط بس ما بينهم لو هنكتب بالحروب بنحط ما بينهم فصل الشرطة دي عند قراءة عدد مكون من 3 أرقام بنعمل إيه أهو لما قلت قلت إيه 1000 ما ننجد عبها لوقتي 995 بقى من أول هنا 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 فبنقول أهو 100 عدد طبعا المئات الأول وبعد كده 110 اللي هي العشرات وبعد كده اليونتس اللي هي الأحد 224 هنا مثلا 200 24 20 وبعد كده 4 عشرات وبعد كده أحد 5 الرقم 100 المئات and 70 العشرات وبعد كده الأحد طيب عندك قراءة عدد مكون من 4 أرقام زي ما قلتنا زي ما قلتنا هنا شوية من شوية كده في الغالب بنقول كله رقمين لوحدهم 19 95 زي ما قلت لكم وممكن نقرأهم على بعضهم كلهم تمام طيب اهو 1973 19 رقم اللي في الأول 73 طيب لو في بقى مثلا حاجة زي دي ممكن تقرأها على مرة واحدة أو ممكن تقسمها بالتقسيمة بتاعت الاتنين دي 20 2025 2025 تمام لكن لو لقيت مثلا حاجة زي بتاعت مثلا 2006 2006 فأنت هنا ما تقول 26 مش هينفع مش هينفع هتقول كده فهتقول مثلا 20 0 6 عشان تخليها تنفع أو الأفضل اللي انت تقرأها على بعض على طول 2006 2006 2006 2006 2006 كراءة الأعداد الكبيرة تكون كالتالي نقسم الأعداد بداية من اليمين إلى مجموعات من سلاسة أرقام الفكرة كلها في ايه ان انت بتقسم كل تلات أرقام من اليمين على بعضهم وفي الآخر الحاجة اللي بتفيد بقى يعني مثلا ادي أول تلات أرقام بعد كده تلات أرقام بعد كده تلات أرقام هيتفضل لنا رقم هيتفضل لنا اتنين لو تفضل تلاتة ناخدهم التلاتة طب لو كانوا ربعة هيبقى تلات أرقام كمان فصلة وفي رقم تمام وبنقرأ زي بقى بنقرأ برضو من اول هنا يعني مثلا وان بيليون مثلا اه ستري هاندر مليون وهكذا بنقرأ من اول ايه من اول الكبير للصغير زي ما عملنا في المثال ده كده تعالوا ما نكمل هنا الكريتكال سينكينج هنا بيقول لنا على جريت والف تشاينا لايت هاوس اف اليكزاندريا السوان هايدام هنا الفصول السين العظيم بيقول زي ستو ساوزند فور هندرد كيلو متر وال زي ما انت شايفين مفرد was built over two thousand years ago تمام الفين سنة this one hundred forty متر tower برضو هنا مفرد was built between two hundred eighty two hundred eighty and two hundred forty seven الرقم المئات العشرات الايه الاحاد بي سي ايه قبل المئات افاير طبعا كان ايه ازاي بيكون منور من ايه من شعلة او من يعني بيحطوا حطب كده ان هما يشعلو بنا ما بين سنة ستين لسنة سبعين تعالوا ما نشوف الجزء الخاص بي اللي خدناه كتير اوي 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 ولكن المراضي حاجات مختلفة شوية ازاي ان احنا نطلب النصيحة او ازاي ان احنا نواطي النصيحة كنا خدنا should وخدنا if i were you خدنا كل الكلام ده في حاجات جديدة what's your advice ايه نصيحتك لما اسأل انا عن نصيحة can i ask your advice ممكن اسأل عن نصيحتك what do you think that i should ايه اللي انت how do you think that we should نفس الفكرة بتاعها دي ولكن هنا what do you think هنا how do you think هنا ماذا هنا كيفا could you give us some advice ممكن تعطينا بعض النصائح زي ما انت شايفين كده هنا ازاي نسأل عن نصيحة طب ازاي نعطي i don't think that you should اعتقد ان انت المفروض ما تعملش ايه كذا كذا i think that you should اعتقد انت المفروض تعمل كذا كذا i would think twice about انا كنت هفكر مرتين عن مسلا ايه عن كذا كذا if i were you خدناها قبل كده i would if you want my honest opinion لو عايز نصيحتي الصادقة ما تعملش الحاجة الفلانية مسلا the best thing is to افضل شيء هو فعل ايه في المصدر او نحو تعالوا ما نتكمل ونشوف الجزء الاخير معانا description of an engineer's work هنا وصف الايه وصف الايه عمل عمل مهندس زي ما انت شايفين بقى واتكلمنا كتير سيب مسافة في الاول بتكتب الاول حاجة طبعا حرف capital بتكتب جمل بسيطة حاولش تعقد الدنيا عشان ما تغلطش حافظ على الزمن بتاعك يكون واخد بالك من الزمن والgrammar خلصت الجملة خلصت البراجراف بتاعك حط نقطة خلاص كده انتهت ما بتكملش هنا بتبدأ تسيب مسافة جديدة وتبدأ تكمل هو ده الاساي لا اكتر ولا اقل كده بنكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة وخلصنا كده الجزء الاول في يونت 13 ان شاء الله هنعمل الفيديو الجاي هيكون على فيديو مهم جدا جدا وبعيدكم ان شاء الله ان هيكون الشرح فيه ممتاز بيذن الله ويعجبكم لو عجبك الفيديو ياريت تسيب لنا لايك عشان الفيديو يوصل لكل الناس ويريت تعمل شير على كل صفحات الفيسبوك الخاصة بأولى سنوي عشان ناس كتير تقدر ان هي توصل للشرح بدري ناس كتير بتوصل للاسف متأخر مثلا في نهاية الترم فبيكون فاتهم حاجات كتير واللي بيلحق فيديو او فيديو لأ ده ما يتابعش احسن بصراحة لان في حاجات احنا الشرح انا باعتمد ان انت متابع معايا على طول كل الفيديوهات فلو في حاجة مثلا مقولتهاش في الفيديو ده فممكن ان انا اقولها في الفيديو الجاي ما فيش مشكلة انت متابع معايا دايما انما اللي بيسمع فيديو واحد ده او ما بيكونش لحق يتابع من الاول بتبقى مشكلة شوي شوفكم على خير لو لسه مش مشترك معنا يا ريت تشترك معنا شوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة